الحمد لله وصلاة والسلام عن رسول الله وبعد مع الآية الكريمة من سورة النساء من الآية الخامسة والأربعين إلى الآية السابعة والأربعين فلننتبه موضوع الآية الكريمة بيان لبعض جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله عز وجل وسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للتحذير من فعلهم فنعوذ بالله تبارك وتعالى من فعلهم ومن مآلهم عند الله جل وعلا بداية تكرار الآيات ثم التفسير ثم التجويد إن شاء الله جل وعلا ومن أداب التكرار دائما نقول ضع إصبعك على الكلمة وقرأ بصوت مسموع وانظر إلى الكلمات القرآنية جيدا كذلك تفكر في حال التكرار في الآية الكريمة بنيات التدبر وتدبر مفتاح والتكرار مفتاح من مفاتيح التدبر فلننتبه بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها أو نلعنهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا والآن بعد هذا التكرار مع شرح الآيات الكريمة أو تفسير الآيات الكريمة ولعلم التفسير أهمية بالغة ذلك لأن القرآن أنزله الله جل وعلا ليتدبره الناس ويفهمونه وبالفهم تستريح الأنفس للعمل به وتطبيق ما فيه ولقد أشار الله جل وعلا إلى تدبر القرآن وإلى أهمية ذلك فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب شرح الآيات الكريمة قال جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون فأخبركم بهم أبين لكم عداوتهم وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم سبحانه جل وعلا فوالحافظ الحفيظ جل وعلا وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم سبحانه جل وعلا فاللهم إننا نعوذ بك من أذيتهم ونسألك أن تنصر المسلمين عليهم يا رب العالمين من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله جل وعلا فيؤولونه على غير ما أنزل الله ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بأمر سمعنا قولك وعصينا ويقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك وإنما يريدون الرعون يلوون بها ألسنتهم يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القدحة في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدى المن لما فيه من حسن الأدب اللائق بجنابي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من الطورة والإنجيل من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم أو نطرده من رحمة الله عز وجل كما تردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فما سخهم الله عز وجل كرده وكان أمره تبارك وتعالى وكذره جل وعلا واقعا لا محالة يستفاد من الآيات الكريمة كفاية الله عز وجل للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه كذلك يستفاد بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله عز وجل وسؤ أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه فنسأل الله التبارك وتعالى الهداية والتوفيق أما التجويد في الآيات الكريمة والتجويد من أهميته التعبد لله عز وجل والامتثال لأمره والاتباع لسنة رسول صلى الله عليه وسلم في كيفية الكراءة كذلك بيان الفرق بين كراءة القرآن وكراءة الكتب العادية كذلك تجميل الكراءة وتزيينها كذلك النطق الصحيح في قوله جل وعلا والله أعلم مراعاة مخرج العين من الحلق بأعدائكم هذا مد وجب متصل لاتصال المد بالهمزة في نفس الكلمة حكم الوجوب مقدر مد أربع أو خمس حركات وهنا الميم فحكم إظهار شفوي وأتى بعدها حرف واو ويقول الإمام الجمزوري رحمه الله واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي وكفاء مد طبيعي في الألف الصغيرة بالله هنا الباء مكسورة اللام في اسم الجلالة مرققة لأنها جاءت بعد كسر ودائما نقول إذا جاء اسم الجلالة بعد فتح أوضام تغلظ اللام وإذا جاء بعد كسر تركك اللام وليا واو هذا إذغام بغنه لما جاء الواو بعد التنوم بالفتح والواو من حرف كلمة ينمو وكفاء مد طبيعي في الألف الصغيرة بالله تركك اللام في اسم الجلالة ناصير مرعاة استفال النون وتفخيم الصاد مع التفخيم مع الكسر وهذا تفخيم نسبي لأن الصاد ماكسورة والصاد من حرف الاستعلاء المجموعة في جملة خصة ضغط كذ ناصير مد طبيعي في الياء ناصيرا ناكف على التنوم بالفتح مد عوض ناصيرا هكذا هذا والحمد لله رب العالمين